السلام عليكم حلقة جديدة من سلسلة الامبوكسينج بقناة الوانجنجنوان طبعا اليوم في عنا منتج اللي حابين يشتروا التابلت بسعر كتير رخيص طبعا نشاب نحكي سعر رخيص سعر عم تحكي عن يعني بتكتشتري اربعة او خمسة من هذا التابلت ويمكن اكتر لتحصل واحد من البراندات اللي تقيل كتير المشهورة مثل الابل ايباد اير او سامسونج النوت الكبار او الى اخر هي يعني سعر كتير مناسب عم تحكي عن هذا المنتج اللي هو من ايسر طبعا هذا المنتج حنعرف بها الحلقة هاي او بهذا المقطع وهي هاي شكل العلبة من قدام طبعا انا اليوم مغير بطريقة الامبوكسينج السبب لحالي الله منغير المنتج صغير علبة صغيرة بنفس الوقت فينا بنفس الوقت نحط مع المقطع الموقع الالكتروني تابعون كل شوي نشوف صورون شلون حاطين صور للمنتج هيك اشياء ليكم المنتج هو محطوط هو ايكونيا ايكونيا بي وان من ايسر اه طبعا هذا التابلت اه بتجي عنبته بهذا الشكل هلا حنحكي عنه حنحكي متل ما قلت ليش اه سعره رخيص يعني هل هو سيء ولا لا في شي سبب للسعر الرخيص طبعا هاي الالوان المتوفرة اه للتابلت حنشوفها بالصور كمان مع بعض هذا العلبة هاي تحتوي على اللون الابيض ولكن لسا فيه لون الازرق الغامق شوي والاحمر الغامق شوي اه بالعلبة يفرجوك بالطرف شكل الابليكيشن اذا مشغل عليه شي مثل السكايب اللي بعرف السكايب او ايه طريقة تحدث يعني يفرجوك انه فيه كاميرا اه بالجهة التانية عم يفرجوك اه كيف انه فيك تستعملك مكتبه لو مكتبه وتقرى كتب وهيك اشياء وطبعا هون ما في شي بس هم يحطولك اسم الموديل ايكونية بي وان اه من ايسر اه وبخلفية العلبة محطوطة مواصفات الها المنتجهات اه طبعا حلاوة ايسر كمان اه بالشرق الاوسط فيه كتب بالعربي بالنسبة للسعر ما حقدر قلكن السعر لانه قناة الوان جنجين وان هي قناة عربية لكل عرب بالعالم العربي بقى السعر اه مختلف المكان لتاني كتير احيانا بيختلف يعني مشان هيك انت فيك تشيك هاد الموضوع باقرب محل لالك او ببيلا هيك اشياء او عن طريق الانترنت بكل بساطة فوت على اي باي او امازون كتب اسم المنتج بشوف السعر ازا حابب تستعمل اي باي يعني مثل ما هيك بنحكي اه طبعا اه موي او مواصفات هذا الجهاز متل مو مكتوب بخلف العلبي اه اندرويد طبعا اه معالجه هو هون الشي اللي مماشي الحال انه واحد فاصلتين جيجا هرس كواد كور انتبهوا انه كواد ما له دول ان هاد الشي كتير بتوقع منيح اه في عنده ميزة حلوة كتير انه بيدعم جي بي ار اس و كل هالاشياء هاي و اهم شي يعني انت عم تحكي انك انت صار فيك تحط سيم ما اي او سيم اه دخل عليه ثري جي مسلا او هيك اشياء ومنه كمان تطلع هال 3G للأجهزة التانية اللي حواليه بتعمله مثل اكسس بوينت ولي بيعرفه بالأساس بتهمون كتير 16 جيجا بايت فلاش ميموري بنحط فيه فلاش ميموري كمان يعني انتبه لهالقصة هو اللي هو فلاش ميموري بقلبه بس المايكرو اس دي كارت سلوت هو اللي فيك تحط فيه ميموري كمان زيادة إذن يعني فيك تزيد عليه واحد جيجا بايت رام آآ سبعة بوصة متل ما بيقوله وسبعة انش آآ تي اف دي ال سي دي آآ مالتي دوتش وكاميرا أمامية صفر فاصل ثلاثة آآ ميجا بيكسل فرونت كاميرا كاميرا خفيفة جدا ولكن تقضي الغرض خصوصا دا الانترنت مالك كتير قوية او حتى ما بدك تصرف كتير بيرفع آآ صور تقيلة يعني بيكفيك هادا الشي لمحادسة خفيفة آآ والبطارية بتنشحن ايمتما بدك وهي آآ يعني آآ ليسيوم آآ عشرة واط وبس وطبعا الاياس ما في داعي ما حدا حيهتم قدي اياسه آآ ولكن في شي كتير مهم بهذا الجهاز لاحظته خلينا شوفوا بالصور اكتر باين طبعا هيا مفرجيكم الصور تبع الجهاز من الامام ومن الخلف هذا اللون الاسود آآ بس اللي بديركم عليه تلاحظوا بهالصورة اللي قدامنا كيف انه آآ الجهاز عاملين له شغلي ما يعني البراندا في براندات مشهورة ما لا عامل هاد الموضوع لاحظوا الاطار الاسود قديش هو عريض حوالين الشاشة هلا الواحد بس ممكن يسأل لي سؤال مباشر شو رأيك في الاطار انت معه ولا ضده هل هو تكبير كتير الحجم ممكن الناس تداية انه الحجم كبر شوي بس انا برأيي هاد الاطار كتير منيح ليش لانه اذا اكل صدمة من الجانب آآ هاي الصدمة ممكن ما توصل للشاشة تبعه لانه هنا بيكونوا مثل ازاستين بالعادة بفوق بعض ما حتوصل للداخلية هاي لتتش بل حتضرب بس لجوانب وهذا الشي منيح للحماية ازا هاي ميزت الجهاز وطبعا هلأ هم نفتح العلبي قدامكم ما فيه آآ كتير تعقيدة ولا ما تفتح هتلاقي الجهاز قدامك مباشرة هنفتح العلبي بهذا الشكل هم طلع الجهاز ليكم هون نحطوت آآ نحطوه على الجنب نشوف العلبي مع بعض شو فيه اشياء ما كتير بسيطة الموضوع عبارة عن دليل اللي هو هاد ومتما قلنا اسر بيه بالشرق الاوسط فيه لو ندعم يعني مشان هيك الدليل فيه عربي ازا دليل باللغة العربية محضوط هون آآ هون بالخانتين اكيد هيكون مجرد وصلة آآ يو اس بي ووصلة آآ شاحن هنشوف حطلهم بسرعة آآ فرجيكم اياهون على شكلهم هاي ازا هاي هي الشاحن الشاحن عبارة عن قطعتين ما في شي بسيط جدا الموضوع قطعة هيك يعني بر يتركبوا على بعض وهي اللي تحطها بالكهرباء طبعا ليش عاملين قطعتين مشان انت ازا حابب بدل هادا النوع من الفيش الكهربائي يعرفتوا اللي هو هيك بيجي شكله مسلسي آآ حاب تحط نوع حد تاني بتحط اللي بدك ياه بتجيبه اي مكان قصة بسيطة كتير ووصلة كمان معروفة الكلة بيعرفها وآآ متعود عليها بسكن يلا فرجيكم اياها بركي حدا ما بيعرفها من المشاهدين ازا عم طلعها من الورقة آآ متل مو شايفين هم ازا وصلة آآ وصلة يو اس بي متل مو شايفين تجي من جهة ممكن تحطها بالجهاز بكل بساطة ومن جهة بتحطها بالتابلت اللي هي ميني بهذا الشكل ازا هاي هي الوصلة اللي كتير بتهمنا وآآ بالنسبة للجهاز طبعا هو بيكون آآ مو غلف متل مو شايفين رافيشين مو غلف آآ بيجي هيك شكله آآ منشيله من الغلاف آآ هاي شلنا من الغلاف مع بعض ازا آآ همشوف السام حاول فرجيكم انا حتى السماكة الشاشة الامامية واضحة آآ هحاول لفلكن يا من على الجوانب لتشوفو ازا من هاي الجهة الجهاز آآ بياخد الوصلة تبعو اللي هي الجهة التحتانية آآ منكمل دوران آآ من هاي الجهة في شيء انا ما عمشوف اي هون ازا هون بها المنطقة صعب شوي تبين آآ بس هون في ازرار اللي هو زر تشغيل وزرين الصوت طبعا لانه لون ابيض واضاءة بيضة صعبة لقصة شوي ومن هون في عندك جاكت ازا حاب تحط آآ سماعات طبعا من الخلف معني هيك شكله هون اهم شيء بكل الموضوع اللي بديو يشوف بقا هاي طبعا مكتوب ايسر وايكون يعني طبعا لون الابيض مزهد شوي مع الاضاءة بسمع لينا هون بقا آآ بها المنطقة الخلفية في متل ما اشي فيك تفتحو او تشدو شايفين هون نكبسو هيك كبسة فتحت ازا هاي آآ بتنفتح بقلبة عاون نجرب شوي نشوف ازا فينا آآ شايفين هون الفتحتين هدول اتنتين بقا واحدة بتحط فيها السم اللي بتشغل فيها ثري جي مسلا او اي شيء من هذا القبيل يعني سم للثري جي وفتحة تانية اللي تحط فيها ازدي كار تحط المساحة اللي بديك ياها بقا بتحط مساحة بتحط بتحط مسلا معلومات اضافية العاب اي شيء مهم هلا هون بقا بيجينا كزا سؤال دي راحق بس شوف الموقع ازا في اي شيء مهم آآ هون بيجي آآ هلا تذكرت الموقع في ميزات انه هاد موقع الاوفيشل طبعا رسمي طبعا نفرجوك يا انه سلم وكزا وهيك شكله هادا الغامق هيك بيجي شكله الموديل الغامق منه آآ أو حتى مو الموديل الغامق يعني هو هادا اللي معنا نفس الموضوع هادا شايفين هادا اللي بيجي اللون الاحمر هيك بيجي منع الجناب بهادا الشكل آآ وبيقولك انه صوته حلو يعني على اساس وعم فرجوك هون آآ متل انه صورته واضحة وهيك اشياء طبعا ممكن جمان كون صور دعائية الواحد ما بده يكذب انا ما عم ساوي دعائي لهال المنتج انا جبته فقط لآآ سبب آآ سعره اللي كون كتير منيح وبيفيد بالغرض ليش سؤال الحلقة او سؤال ليش اللي كده مقوله من الاول ليش سعره خفيف سعره خفيف لانه تطلعوا من ورا ما لاحظتوا شيء لاحظتوا شيء وحتى يمكن وقت قريت انا بالمنتج طبعا انا هاي بس آآ ما تفكروا انه في شيء طب لهيك تسكر آآ سؤال سؤال المنتج سؤال الحلقة اللي كده عم اسأله اول شيء انه ليش هذا المنتج ارخص من المنتجات التانية هل هو سيء معني في ناس كتير انتبهوا لاحظوا انه هو كوات كور طيب كوات كور وفي شيء في شيء غريب شو هو هون 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 ما في كاميرا نعم ما في كاميرا خلفية اذا هذا الجهاز ما فيو كاميرا خلفية مشان هيك هو هذا الشيء اللي يرخص من سعره طيب واحد بقل لي معقول جهاز ما فيو كاميرا خلفية انا بقول آآ هذا الجهاز بنسبة للي ولكتير من المشاهدين لكتير بقول لكمية كتير كبيرة مناسب جدا 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 السبب انه اليوم اغلب المحمول او الجوال او الموبايلات الحديثة عم بتكون عندك كاميرات يعني خرفية قوية جدا يعني ما بتحتاج ابدا تصور بتابلت انا بالنسبة لي اخر تابلت استعملته ولا صورت ولا صورة لهالدرجة انا ما استعملته ابدا بتصويره لأ واحد تاني ممكن يقول لي لأ انا بدي تابلت بتصويره بقول له لأ هذا التابلت ما بي ما بي ناسبك نهائيا بس هذا التابلت وفروا سعر كتير من حقه او شي كتير من حقه انه قاموا هالكاميرا قاموا تكاليفة قاموا مساحتها يعني اا وفروا خلاص لأوا طريقة لا يوفروا اا بقى يعني اا بتوقع انه هذا كل شي لليوم بهاي الحلقة من الانبوكسنج للجهاز اذا عنكن اي اسئلة او اذا حابين اي شيء اا طبعا يعني انت اذا حابب توقع بصراحة اذا حابب تلعب كلاشوف كلانز حابب تلعب اا اا كاندي كراش العاب هدول الخفيفة حابب اا شيء تتقرى فيه على الكتب او تقرى على الانترنت تتصفح هيك شغلات هذا الجهاز مناسب جدا يعني زريف خصوصا الموضوع انه فيك تحط له ثري جي اا هل هو بقوة هاد سؤال ممكن كتير ينزل بالكومنت هلا هاد الجهاز يا عمر اقوى ولا السامسونج ولا الابل ولا انا بجاوبكن ما في مقارنة نهائيا ما فيك تقارن مثل انا كم تقارن بعالم السيارات مثلا سيارة من نوع كذا مع سيارة من نوع كذا كل شيء بس بدك تقارن دك تقارنه مع شيء من سعره هو متل ما قلنا كل خمسة منه يعادل واحد من هدول الاسماء الثانية اللي قلناها بدك تقارنه شيء من سعره هذا هو بيرقي الشخصي احسن واحد من هذا السعر هذا رنج السعر وبتمنى من كل المشاهدين بقى بعد ما شافوا هال انبوكسنج وبعد ما قالوا يقلونا بالكومنت قديش بيعطوا هالجهاز على عشرة بس يا ريت يا ريت يا ريت ينتبهوا لموضوع سعره وليس يقارنوه بيقلو لك بيقلك ايه هذا واحد من عشرة مقارنة بالايباد مسلا لا ما بدنا هيك يا ريت يا تمنى انه ينطلوا على سعره ويشوفوا انه بهالسعر قديش بتعطيه انا بصراحة لو بدي قارنه بشي تاني ما بعطي هيك ارقام بس اذا بدي قارنه بهالسعر والله يبعطيه تسع يمكن ازموا عشرة من عشرة مشان هيك انا مشاهدين الاحباء اللي منحبهم كتير اعضاء عالت الوان جنجن وان حبيت شاركم بهذا المقطع وما تنسوا يعني لتدعموا هال انبوكسنج اللي احنا ما عم نقدر كتير نعمل انبوكسنج لانه دعم لهالموضوع صعب شوي طبعا منزيده كتير لو كان في عليه دعم حاولوا انه تشتركوا بالقناة عملوا لايك مفضلة شير اخصوصي كمان ما تكونوا خجولين بالفيسبوك بل عملوا شير بالفيسبوك عملوا شير بالتويتر لكل اصدق مشان نكبر اكتر واكتر ويستفيدوا كمان الجميع من هالمعلومات ازا حابين يشتروا هيك اشياء ولا لا اه بس روابط كلها تبع فيسبوك تويتر جوجل اه بلس وانستجرام طبعا انا عملت تصويت على الانستجرام وعلى التويتر وعلى اه فيسبوك انه ازا حابين نعمل الانبوكسنج لهادو قالوا للناس حابين مشان هيك عملنا ازا انت حابب تشارك بالتصويتات هاي قريد تلحقنا عليهم اه كمان يعني تعمل لايك للصفحة وشير وتكتب كومنتاتك يعني ت تشارك مشان انت يكون اليك تصويت مشان نختار شو بنعمل بالحلقات القادمة كماكن عمر اول جنجن وان وبشوفكم بحلقات قادمة ان شاء الله ومع السلامة